اهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين او من خارجها في حلقة جديدة من برنامجكم حال سياسة ورحب بكم ورحب بضيفي من الأردن من العاصمة عمان عبر الأقمار الاصطناعية الأخ عزامل أحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها أهلا وسهلا فيك أخ عزامل أخ عزامل ومشاهدين الكرام طبعا في هذه الحلقة مستجدات على الصعيدين على الصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وآخر قرار للإدارة الأمريكية بموعد نقل السفارة التي اختارته يوم الخامس عشر من أيار القادم وهو ما لاقى ترحيبا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو كونه بما يعتبره يعيدا للاستقلال بينما هو يوما نتذكر فيه نكبتنا الفلسطينية وفي المقابلة أيضا ملفات على الساحة الداخلية الفلسطينية وملف المصالحة نبدأ بالملف الأول وهو قرار البيت الأبيض بموعد نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في تقرير الزميل محمد حمدان نتابعه معنا بعد استبعادها كراعية للسلام تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى أنها أصبحت جزءا من المشكلة لا من حلها بعد قرارها بنقل سفارتها إلى القدس في شهر أيار المقبل تعقيبا على هذا القرار قال نبيل أبردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن أي خطوة أحدية الجانب لا تساهم في تحقيق السلام ولا تعطي شرعية لأحد مضيفا أن خطاب الرئيس أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام المستند على الشرعية الدولية هو مفتاح السلام الجدي والوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وأكد أبردينة أن أي خطوات لا تنسجم مع الشرعية الدولية ستعاركل أي جهد لتحقيق أي تسوية في المنطقة وستخلق مناخات سلبية بدوره اعتبر الدكتور صاحب عرقات أمين سير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا القرار مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين قال إن قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بنقل السفارة ينذر بتوسيع دائرة العنف وتطرف في المنطقة وبذلك تكون أمريكا عزلت نفسها عن مصاري الأمن والاستقرار والسلام وألقت بنفسها بأحضان التطرف الساعي لتدمير حل الدولتين إليك أخي أبو نداء عزام الأحمد بعد هذه التصريحات وهذا الموقف للولايات المتحدة الذي واضح من التصريحات اعتبر استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وإمعانا بالإنحياز والشراكة مع بن يمين نتنياهو في احتلال الشعب الفلسطيني الموقف من ذلك يعني أعتقد كلام الأخ نبيل أبو رديني واضح تماما وقبل تصريحات الأخ نبيل خطاب الرئيس أبو مازن أيضا أمام مجلس الأمن كان واضح وضوح الشمس ولكن إدارة أمريكية دولة عظمى تتعامل بهذه السذاجة وهذه الخفة مع قضايا الصراع والاشتباك في مختلف أنحاء الألم بهذه الخفة يدل على أنها إدارة غير مؤهلة لأن تلعب دور سياسي في قضايا العالم المتفجرة وفي حل القضايا العالقة وحل النزاعات يعني ليس فقط انحياز إلى جانب إسرائيل وانحياز إلى جانب العدوان بل حتى تنكر للإدارات الأمريكية التي سبقتها التي كانت جزء من قرارات الشرعية الدولية حول طريقة حل الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي وحل قضية القدس يعني يناقضوا أنفسهم وبأنفسهم ويدينوا أنفسهم بأنفسهم عندما يقدموا على أخذ مواقف يعني ضد قضايا وقراراتهم شاركوا في صياغتها وصناعتها سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو حتى في التحرك الأمريكي المباشر أثناء فترة الإدارات الثلاث السابقة وهي تتحرك لتكون وسيط في عملية السلام أيضا فيه استفزاز وقح من جانب إدارة ترامب للشعب الفلسطيني وللمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية ويدل على سذاجة في التفكير قبل أقل من أسبوع قالوا أنهم لا يفكروا الآن بنقل السفارة يفكروا ما بعد عام 2019 وفجأة يتراجعوا ويختاروا يوم النكبة بالنسبة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية وكأنهم يقولوا يريدوا أن يؤكدوا كلام بنس يعني أعتى عتات الصهاينة المسيحيين الصهاينة الجدد الذي سبقه وأن قال أعداء إسرائيل أعداؤنا يقصد أعداء أمريكا ويريدوا أن يؤكدوا هذا الموقف من خلال استفزازهم وعدائهم للشعب الفلسطيني ولكن نقول نعم الإدارة الأمريكية اختارت أن تكون خارج عملية السلام وغير مؤهلة لأن تكون وحدها في عملية الوساطة لإحلال عملية السلام وحتى مشاركتها لأطراف المجتمع الدولي أنا بتقديري أيضا غير مؤهلة ولكن هي حقيقة يعني دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن بغض النظر عن سياساتها لكن نقول بملئ فميناء لم يعودوا وسطاء لوحدهم إطلاقا إطلاقا ولا يستطيعوا أن يضعوا جدول المفاوضات على طاولة المفاوضات ولا يستطيعوا إخراج القدس يعني كل من يعتقد أنهم يستطيعوا نزع القدس عن طاولة المفاوضات ساذج مثلهم لأنهم أصلا غير مؤهلين ومنحازين وبالتالي نعم يعني هم خارج إطار خارج إطار الفعل والتأثير في أي مفاوضات قادمة هذا في المفاوضات لكن في الأمر الواقع ومحاولات الفرض الأمر الواقع على الأرض في القدس هي جارية يعني بعيدا عن تبجح بن يمين نتنياهو وشكره إلى دونالد ترامب وهذه الإدارة وتعبيره عن السعادة الغامرة لموعد نقل السفارة إلا أنه في تطور خطير أيضا جرى في اليومين الأخيرين وتعهديدا اليوم أغلقت كنيسة القيامة احتجاجا من قبل الكنائس المشرفة عليها ضمن الستاتيسكو والتي أعلنت قيامها عن ذلك بسبب فرض أو محاولات إسرائيل فرض ضريبة الأرنونة أو الأملاك على الكنائس وهو خرق فاضح أيضا لليستاتيكو المعمول به منذ قرون في الأراضي الفلسطينية وهذه المسألة أيضا مرتبطة بما تفضلت وذكرت عن المسيحية الصهيونية وأجندتها ونظرتها إلى الأمور ومحاولة تصوير الصراع على أنه صراع ديني بين مسلمين ويهود وتفريغ القدس من الوجود المسيحي هذا أيضا بالإضافة إلى مشروع يجري اليوم الإعداد له في الكنائسة الإسرائيل لمحاولة المساس أو مصادرة أملاك الكنائس اليوم أبو نداء هذا ليس تطور معزول عن جملة البقاحة إذا صح التعبير الإسرائيلية والأمريكية كيفية الحفاظ على الوجود المسيحي والإسلامي في المدينة المقدسة الحفاظ على المقدسات الحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في هذه المدينة المحتلة يعني بالتأكيد إسرائيل وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل المتعالفة مع المسيحية الصهيونية يعني ليست هي المرة الأولى التي يحاول فيها خلق حقائق على الأرض وتحويلها إلى واقع يعني على مدار أكثر من قرن بل وفي سنوات سابقة ولكنهم لن يستطيعوا لن يستطيعوا نحن متجذرون في أرض فلسطين فلسطينيين مسيحيين ومسلمين وأيضا الحقوق الإسلامية والمسيحية لكل مسيحي العالم وكل مسلمي العالم أيضا نحن مسلمين ومسيحيين فلسطينيين رأس الرمح في الدفاع عنها إسرائيل حاولت استغلال قرار ترامب حول القدس وبدأت تحاول أن تخلق حقائق ووقائع جديدة نقول بملئ فمنا حتى لو فرضوا قوانين وهي غير شرعية لأنها تتناقض أصلا مع ميثاك الأمم المتحدة والقوانين الدولية لأن القانون الدولي وميثاك الأمم المتحدة يعتبر هذه أراضي محتلة وبالتالي أي تشريعات من الكنيسة الإسرائيلي أي قرارات من حكومة إسرائيل بما فيها بلدية الاحتلال غير شرعية ونقول كم تنكروا لوجود شعب فلسطيني ولكن بعد حوالي ثلاثة أربع قرن اضطروا واعترفوا بالشعب الفلسطيني لأن الحقائق مثل الشمس الغربان لا يستطيع أن ينكر وجودها ونقول حتى لو حققوا بسبب موازين القوى يعني سلطة ظاهرية لكن هي متجذرة أشقاؤنا المسيحيين عندما يأخذوا قرار احتجاجي ويغلقوا أبواب كنيسة القيامة أمام يعني احتجاج هذا احتجاج ولكنهم متجذرون في كنيسة القيامة ومستمرون في رفضهم للقرارات الحكومة الإسرائيلية ولن يغادروا القدس ولن يغادروا الكنيسة وأنا متأكد مسلمين ومسيحيين مستعدون أن يفدوا القيامة والأخصى بأرواحهم ودمائهم ونقول ونحن وإياهم والزمن طويل وستثبت الأيام القادمة أنهم لم يتمكنوا من فرض قراراتهم على الشعب الفلسطيني بكل فئاته وبالتالي نحن متجذرون في أرض وطننا لن أخطاء التي حصلت بعام 48 بفعل تأثيرات خارجية لن تتكرر اليوم أصبحنا متوازين تقريبا داخل فلسطين التاريخية يهود وعرب والآن نحن أيضا القنبلة الديمغرافية ستنفجر أقوى من القنابل النووية في وجه الصهاينة المغتصبين نعم أخبني لضرورة التوضيح لسادة المشاهدين ومن موقعي في اللجنة الرئاسية العلية لشؤون الكنائس ضرورة معرفة لكل القاسي والداني بأن ما تحاول الإسرائيل فرضو منتهكة بذلك الاستاتيكو الذي يجري على الكنائس منذ عقود في بلادنا السلطة الفلسطينية في المقابل لا تفرض أي ضريبة على الكنائس بالعكس هناك إعفاءات أيضا جمركية ومحاولة أيضا لترميم الكنائس الموجودة أصلا أو القديمة من باب تكريس وتعزيز ثمود المسيحيين في أرض فلسطين أخبني إذا إلى ما بعد هذا الموضوع إلى بروكسل حيث أيضا يجتمع غدا وزراء الخارجية العرب مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماع على المستوى الوزاري لبحث بصورة خاصة الملف الفلسطيني وموضوع عملية السلام والأهم من كل ذلك مسألة توسيع اللجنة الرباعية لتضم أيضا دول أوسع فرص نجاح هذا المسعة في بروكسل من وجهة النظر من وجهة نظرك يعني الرباعية بشكلها القائم حاليا نحن أوقفنا التعامل معها منذ عدة أشهر بعد أن فشلت في أداء مهمتها في تنفيذ خارطة الطريق نتيجة هيمنة الولايات المتحدة على عمل الرباعية الدولية أطراف الرباعية الدولية مقتنعون أنه لا بد إذا ما تمت هذه الصيغة قائمة تحت مظلة الأمم المتحدة لا بد من توسيعها وضم أطراف أخرى سواء عربية أو غير عربية لها والاتحاد الأوروبي يدعم هذه الخطوة وروسيا تدعم هذه الخطوة وحتى الأمم المتحدة تدعم هذه الخطوة في ضوء خطاب الرئيس أبو مازل الأخير والذي دعا إلى اختيار صيغة دولية بديلة عن الانفراد الولايات المتحدة ربما العودة إلى صيغة اللجنة الرباعية الدولية الموسعة ربما إلى صيغة مؤتمر دولي موسع ربما إلى تطوير مؤتمر باريس الذي عقد العام الماضي بحضور 77 دولة ولكن لا بد من إعطاءه الصبغة الدولية والشرعية الدولية من خلال الأمم المتحدة هناك تفاهم بين الفلسطينيين والعرب والاتحاد الأوروبي ويكاد يكون الموقف في الاتحاد الأوروبي مطابق للموقف الفلسطيني وقريب جدا من الموقف العربي وسبق الاتحاد الأوروبي أن طالبنا كفلسطينيين أن نسعى إلى توحيد الموقف اللغة السياسية الفلسطينية العربية مع الاتحاد الأوروبي حتى نستطيع أن نخلق يعني عناصر جديدة في الصياغ الجديدة وأنا متأكد حتى لو يتم الوصول غدا في اجتماع الغد إلى صيغة نهائية ولكن المحاولات ستتواصل والمشاورات ستتواصل وتستمر وهنا لا بد أن أشير أيضا حتى الولايات المتحدة لأنها شعرت أن المجتمع الدولي ليس فقط الفلسطينيون لم يعد يحتمل طريقتهم بعد خطاب الرئيس أبو مازل في مجلس الأمن قبل أيام رغم خطاب مندوبة الولايات المتحدة والمندوبة الإسرائيل إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان وقالت أنها ستتعامل مع المقترحات التي تقول بتعدد الأطراف الدولية هذا لأنها أصبحت تدرك أنها لا تستطيع الهيمنة ولا تستطيع الإملاء وهذا ليس بداية إعادة النظر حول طريق التعامل المجتمع الدولي مع أزمة الشرق الأوسط بل هو تغيير في كل سياسات المجتمع الدولي ولا بد من قواعد جديدة تنهي هيمنة الولايات المتحدة على القرار الدولي الذي برز بعد نهاية الحرب البائدة نعم أخي بني داء أيضا من ضمن المطلوب فلسطينيا توحيد الصف الداخلي قبل أن ندخل إلى تفاصيل أو مستجدات الحراك على هذا الصعيد في قطاع غزة ووصول الوفد الأمن المصري والوفد الوزاري الحكومي الفلسطيني لكن عضو لجنة التنفيذية من نظمة التحرير صالح رأفت قال أن التنفيذية ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي التي تتوقيت في اجتماعه الأخير وأنت عائد من لبنان اليوم أو الأمس وبالتالي كانت لك أيضا مشاورات على هذا الصعيد مع فصائل العمل الوطني في لبنان الجبهة الشعبية تحديدا وأيضا لقاءات مع الجانب اللبناني فيما يخص حال اللاجئين الفلسطينيين وطبعا الساحة الفلسطينية في لبنان على هذا الصعيد تحضير للمجلس الوطني أخى بو نداء تنفيذ قرارات المجلس المركزي كانت من إحدى أهم الخطوات التي تعد فلسطينيا ردا أساسيا على قرارات عن جهية الإدارة الأمريكية يعني أولا اللجنة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي الفلسطيني عقدت أكثر من اجتماع في رامالله في الأسبوع الماضي وقبله برئاس الأخ أمين سير اللجنة التنفيذية صائب واتخذت عدد من التوصيات وبالمناسبة يعني جزء من قرارات المجلس المركزي بما فيها التوجه إلى مجلس الآمن بدأ فيها التنفيذ وكذلك توجه إلى محكمة الجناية الدولية وأيضا اللجنة التنفيذية اتخذ القرار بعقد جلسة عادية دورة عادية جديدة للمجلس الوطني القائم وعدم انتظار إنجاز قضية المصالحة خاصة في ظل التلكق والبطء الذي تسير فيه مسألة تنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقع في 12 أكتوبر من عام 17 نتيجة عدم ارتزام الإخوة في حماس بتنفيذ الأمين والدقيق لذلك الاتفاق وبالتالي لا نستطيع تعليق شيء على حساب شيء آخر أو العكس لتسير كل القضايا بخطوط متوازية وعدم انتظار خط بالخط الآخر هذا أسلوب أيضا هدفه المماطلة والتسويف والتخريب اتخذت أيضا اللجنة تفعيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي توصية في الأسبوع الماضي لتطلب من اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم الذي سيكون في الأسبوع القادم على الأغلب أن يحدد موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خاصة أن الأخ أبو الأديب قال أنه جاهز يعني وبالتالي على اللجنة التنفيذية باعتبارها هي صاحبة الصلاحية في تحديد المكان والزمان نعم أن يؤخذ قرار بنفس الوقت اجتمعنا أكثر من اجتماع كفصائل فلسطينية في رامالله إضافة إلى استكمال بعض الاجتماعات في بيروت مع الإخوة في الجبهة الشعبية لتحديد فلسطين والجبهة الشعبية القيادة العامة حيث حضر وفدين من دمشق إلى بيروت والتقينا بهم وأكدنا على ضرورة يعني بالفعل عقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي نأمل أن يكون قبل منتصف هذا العام حتى نعمل على تفعيل وتطوير يعني مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شباب مؤسساتها نعم وبالتالي نحن نسير إلى الأمام بهذا المسألة أيضا قضية المصالحة رغم البطء الشديد والذي بإمكان السلحفاء أن تسبق بسرعة أكبر الخطوات التي تسير لتنفيذ اتفاق المصالحة فيما يتعلق بتمكين حكومة التوافق الوطني وتجاهل تجاهل الوزراء والاقتداء على صلاحياتهم في وزارتهم في قطع غزة أيضا نحن التقينا أنا شخصيا التقيت الأسبوع الماضي مع الأخ رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير عباس كامل واقترحت علي عودة الوفد الأمني المصري الذي فعلا اليوم سيصل غزة نعم من أجل متابعة يعني تنفيذ دعنا نضع المشاهدين باعتبار مصر هي الراعية دعنا نضع المشاهدين في صورة المستجدات الأخيرة في تقرير زميل محمد حمدان حول هذا الملف التطورات على ملف المصالحة وإن بطيء ولكن يبدو في تحرك مصري جديد متابع التقرير في إطار استكمال جهود تحقيق المصالحة دعت حركة فتح حركة حماس إلى تمكين حكومة التوافق التي يزور عدد من وزرائها قطاع غزة اليوم من العمل وفق الاتفاقيات الموقعة في تشرين الأول الماضي وأكد فايز أبو عيطان نائب أمين سر المجلس الثوري أنه من الطبيعي يوصل الوزراء إلى قطاع غزة بطواقمهم وهذا دليل على إسرار الحكومة وحركة فتح على تنفيذ اتفاق المصالحة مضيفا أن تنفيذ هذا الاتفاق يتطلب استمرار وجود الحكومة في القطاع لتجاوز كل العقبات التي تعترض تمكينها من أداء عملها في قطاع غزة وفقا للقانون الذي تمارسه في الضفة الغربية وأشدد أبو عيطان المطلوب من حماس ترك الحكومة أن تعمل وفق ما تم الاتفاق عليه المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أعلن أن هذه الزيارة تأتي من أجل متابعة عمل الوزرات والعمل الحكومي ومن أجل تعزيز خطوات تحقيق المصالحة الوطنية قائلا إن جلسة الحكومة الأسبوعية يوم الثلاثاء القادم ستكون جلسة مشتركة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وأشدد المحمود على تمسك حكومة الوفاق الوطني بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام خاصة في هذه المرحلة التي تصل فيها التحديات إلى أقصى درجات الخطورة فيما يتصل بقضيتنا ومشروعنا الوطني مجددا الدعوة إلى تمكين الحكومة بشكل كامل كما تم الاتفاق عليه من أجل إفساح المجال أمام تحمل كامل مسؤولياتها وفي هذا الإطار شدد على إعلان رئيس الوزراء دكتور رام الحمد الله عن توفير عشرين ألف وظيفة وعدد كبير من المشاريع الهمة والحيوية وذلك فور تمكين الحكومة من الجباية والأمن الداخلي والمعابر والقضاء والموظفين القدامة وفي سياق متصل يصل وفد المصري اليوم غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية في تشرين الأول الماضي عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسان بدران قال إن حماس ستقدم التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصلا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة وقال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح له على تويتر إنما تم إنجازه من تفاهمات حتى الآن كاف لانطلاق المصالحة من جديد ووقف نزيف الألم والمعاناة فهل تستمر عجلة المصالحة في الدوران؟ أم أن تصريحات البعض كالزهار الذي قال إن حكومة الحمدالغ غير شرعية ستكون سببا في ثقبها إذن مشاهدين الكرام والأخب نداء عزام الأحمد معي من عمان هذا التقرير يضعنا في صورة آخر المستجد على حول مسألة وصول وفد مصري إلى أمن مصري إلى قطاع غزة أو الوفد الوزاري الحكومي لكن أيضا بما أشار له الزميل محمد حمدان في ختام تقريره عن تصريحات الزهار واتهامه بالحكومة بأنها غير شرعية وسواء ما قيل عن دراسة يقوم بها هو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما سماها لكن أستذكر معك أخب نداء ما صرح به أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إضافة إلى تصريحات الزهار بأن قال بأن حركته تستعد لما بعد أبو مازن وقال أن حركة فتح لا تعاني مما نعانيه في غزة ولكن فتح في مأزق فشل التسوية وسقوط وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني على زعمه ويقول أظن أن الرئيس عباس انتهى سياسيا جاء هذا التصريح بعد خطاب الرئيس في مجلس الأمن ما بين من يصرح بهذا الجانب وبين من يصرح باستعداده للمصالحة واستعداده للتعاون والوفد أيضا الحمساوي الموجود في القاهرة الصورة من طرفك أخب نداء ضعنا في صورتها يعني سيلة تصريحات المتناقضة التي استعرضتها في تقريركم وسؤالك وأخطرها سؤال المتعلق بتصريحات أسامة حمدان تثير الشكوك وتثير الريبة وللأسف تثير الألم وتثير هل هم صادقون مع أنفسهم أم يخدعوا أنفسهم أم هم غير فاهمين ما يدور أبو مرزوق يقول ما تم إنجازه كافي أنا مش عارف كيف حسان بدران وأنا اطلعت على وثيقة بتوقيعه قال أن المناكفة الإعلامية حماس أو قفتها ما هو أخطر من كلام أسامة حمدان يدل ويعطي أن هناك تناغم بين ما تسعى له الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين في إسرائيل وهذا التصريح أبو مازن بالعكس يا أخي أسامة وأنا أعرف أنك أذكى من ذلك كيف انتهى أبو مازن؟ أبو مازن نجمه يصعد أكثر وأكثر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ولو شاهدت بعرفيش عيونك تتحمل تشوف التصفيق الحاد من كل دول العالم في مجلس الأمن وهي تشارك عضو مراكب في مجلس الأمن وهي تصفك نعم تصفك يعني كل الأعضاء كانوا حرسين على المشاركة متفرجين غير أعضاء مجلس الأمن الذي وقف فيه أبو مازن بشموخ الفلسطيني الثائر فلسطيني واستبق صفقة القرن التي ينتظر البعض في الساحة الفلسطينية هم يسمعوني ويعرفوا أنهم ينتظرون ويحاولوا المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق أكتوبر سبعتاش بتمكين الحكومة على أمل أن ترامب سيسقط أبو مازن وسيسقط السلطة ثم هم جاهزون بعدها يا عب يا عب اثنين فتح ليست ممثل شرعي وحيد يا أخي أسامة منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حتى في هذه المسألة تخطئ يعني ولكن لأن عدم هناك عدم اتزام في التفقير السياسي في رؤية الأحداث يجعلك تخطئ بهذا يعني الشكل طب تريد أن تنهي الانكسام في حركة ومع منظمة يرأسها الرئيس أبو مازن وأنت تقول أنه انتهى سياسيا معناها أنت لا تريد انهاء الانكسام لا تريد انهاء الانكسام ويا أخي حسان بدران اللي بوجه رسائل للفصائل وبقول حماس من أجل إنجاح المصالحة أوقفت التراشق الإعلامي أنا أقول فتح ترفعت كثيرا عن الرد على الإسفاف والرد على يعني الجهل والرد على عدم مواكبة ما يدور من أحداث سياسية ولكن نقول وسنبقى نمد أيدينا لحماس حتى تستطيع أن ترحم نفسها من خلال رحمتها للشعب الفلسطيني وفي وفي المقدمة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة من أجل التخفيف من معاناتهم يعني قضية معاناتهم صدقوني لن تنتهي إلا بإنهاء الإنكسام ونبدأ مرحلة جديدة في إعادة البناء والإعمار وفتح كامل لكافة المعابر وفي مقدمتها معبر رفح كما اتفقنا مع الأشقاء المصريين قبل أسبوعين ولا يبقى المعبر رهينة بعض الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تتنقل في سينا وأحيانا ربما يعني تستخدم غزة دون إرادة أهلها ودون إرادة يعني القيادة الفلسطينية التي تتحمل المسؤولية في قطاع غزة طيب الأفق ونبدأ بتنفيذ كل بنود الاتفاق الأفق لتنفيذ بنود هذا الاتفاق أخب نداء مع الجانب المصري ونقاشاتكم معه وأيضا من الجانب الوفد الموجود أيضا في القاهرة من قبل حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية أيضا يجري الحديث ونفسه يعني سيد أسامة حمدان قال بأن ثلاث قضايا يتداولها الوفد الموجود في القاهرة الأولى قضية المصلحة وما وصلت إليها الثانية تتعلق بالتسوية السياسية المعروفة باسم صفقة القرن تناقش بها حركة حماس مصر أو المخابرات المصرية والثالثة التهديدات بعدوان جديد على قطاع عغزة هذا ما قاله سيده سامة حمدان فيما هو جدول أعمال الوفد لحركة حماس في قاهرة اليوم الأفق لتنفيذ بنود المصالحة بين اختلاف يعني التصريحات أو جدل التصريحات وتفضلت وأجبت عن هذا الجدل لكن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ينتظر إتمام المصالحة لكي تتوحد الجهود أمام الهجمة المستعرة إسرائيليا تجاه القدس صحي يعني كل ما ذكرتي أولا بدعوة من الأشقاء في مصر بعد مؤتمر بروكسل الدولي الغير رسمي والذي شاركت فيه فلسطين ومصر يعني أنا كنت مثلا فلسطين والوكيل مظهر يعني المسؤول الأول عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصري كان يمثل مصر وكان موضوع المؤتمر هو مسألة تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة حتى يستطيع المجتمع الدولي أن يساعد الشعب الفلسطيني من خلال سلطته الشرعية من خلال سلطته الشرعية المعترف بها دوليا نعم من أجل التخفيف من المعاناة في كافة الأوجه الحياة المعيشية والحصار الظالم والبطالة البطالة وأيضاً يعني التنمية وقضية الكهرباء والمياه وتوفير مئات الملايين من أجل الإعمار أيضاً يعني تم توجيه دعوة لنا من الأشقاء المصريين وبالفعل التقيت كل هذه النقاط تم مناقشتها وكان لقائي مع الوزير عباس كامل قبل لقائه مع وفد حماس بيومين نعم قبل وتنقشنا على مدار عد أكثر من ساعتين كل هذه النقاط وبالتفصيل وبالتفصيل الممل وما هي العراقين واقترحت علي على الأشقاء في مصر عودة الوفد الأمن المصري نعم لأنه غادر منذ أكثر من شهرين وهذا ربما استغل للتهرب من تنفيذ يعني بنود الاتفاق تحت الرقابة المصرية باعتبارها الرعية للمصالحة وأيضاً الرعي عليه أن يكون حكم كما قلت للأشقاء المصريين وتم التفاهم والاتفاق على كل ذلك وحول المعبر أيضاً خاص معبر رفح الذي دائماً أهلنا في غزة وأثناء وجوده في غزة قبل أقل من شهر قالوا نريد أولاً معبر رفح ثانياً الكهرباء وبعد ذلك نستطيع التحمل لبقية القضايا ولكن هؤلاء هاتين النقطتين هما يجب أن يكون الأسرع رغم أن حكومة الوفاق الوطني تسير بخطوط متوازية رغم العراقيل التي أشرت إليها من قبل حماس حول تمكين الحكومة وأيضاً قضية الموظفين والنقاط التي أشرت إلى العشرين ألف وظيفة وبدأ الاستعدادات لحل جذري لقضية الكهرباء ليس فقط قضية خمسين ميجا وط معظمها يذهب ضائع بسبب استهلاك شبكة الكهرباء نتيجة الحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على أهلنا في قطاع غزة وحتى الكهرباء من مصر أيضاً تم الاتفاق مع الأخو في مصر على زيادة حتى رفع من ثمانية وعشرين ميجاواط إلى خمسين بأسرع وقت ممكن نأمل أن ينجح الوفد المصري الموجود حالياً في غزة من معالجة القضايا والعرقيل التي طرحناها بالتفصيل وأنا متأكد أن الأشقاء في مصر ناقشوا ذلك مع وفد حماس وأيضاً نأمل أن نبقى نحن وحماس على تواصل جدي كفتح وحماس وليس شكلي وليس شكلي جدي من أجل تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل حول تمكين الحكومة التي تشمل ثانية بس تشمل المعابر وقضية الوزارات والواردات الجباية لننتقل إلى نقاط أخرى بعد ذلك طبعاً وحتى الأمن بتفاهم يتم الآن وما زالت حماس تتحمل مسؤولية الأمن حتى هذه اللحظة دون أي معارضة من جانبنا بل واتفاق وأذكر هنا بقيام رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله يعني بزيارة وزارة الداخلية واجتماعه مع قادة أجهزة الأمن سواءنا المعترف بهم أو الغير المعترف بهم لأننا نريد أن نكون حالة واحدة حتى نستطيع أيضاً أن ننظم الأمن الداخلي بشكل دائم ونستمر بخطوات تنفيذ اتفاق أربعة خمسة ألفين وحداش أخبني داء يعني تفضلت وأشرت إلى موضوع التواصل الجدي وليس الشكلي بين الشكلية بين الحركتين بين الجدية وبين الشكلية والسقوف الزمانية التي كانت محددة في بداية الاتفاق العام الماضي اليوم لم نعد نسمع بها مسألة في بداية مثلاً شهر اثنين العام الماضي كان اجتماع تقييمي ما بعد ذلك كان اليوم لا محددات زمنية لإنجازات أو لتنفيذ بنود الاتفاق هل تم الحديد في ذلك مع الوفد الأمن المصري أو سيكون هذا دور الوفد الأمن المصري في قطاع غزة طالما وصل إلى القطاع أمن المصري يعني صحيح هناك سقوف زمنية حددت في 12 أكتوبر وخرقت وجرى تمديد مثلاً مسألة الحكومة من 1-12 إلى 10-12 لكن عندما لاحظنا ووفق معلوماتنا الدقيقة نعم والأكيدة حول جدية تنفيذ الاتفاق وأبلغت ذلك للأشقاء في مصر أن الرئيس أبو مازم طرح في اللجنة المركزية لحركة فتح واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رغم أن التنفيذ بطيء جداً جداً ولا يوجد احترام للمواعيد سنلاحق العيار لباب الدار لا يوجد لن نصرخ إذا جاء تاريخ ولم يتم الإنجاز بل سنلاحق الضوء الموجود في نهاية النفق نفق إنهاء الانكسام نرقد وراءه مهما طال الزمن ونتحمل ونصبر حتى نصل إلى نهاية النفق ونفرض حل الإشكال القائم وإنهاء لانكسام البغيض هذا الجسم الخبيث عن جسم الشعب الفلسطيني لنشتثه من أساسه وبالتالي نتألم ولكن لن نقول أخ ونستسلم بل سيبقى الوزراء يترددوا سواء كان هناك وفد أمني مصري أو لم يكن ستبقى الحكومة تقوم بواجباتها تجاه أهلنا في غزة مهما كان الصعوبات والعراقين ومحاولة الإثارة والتحريض يعني مثل قضية ننتظر رحيل أبو مازن أبو مازن لن يرحل ونحن هذا الوطن نتمسك بوحدته ونحن أم الولد وأبو الولد أم الولد اللي بتذكرش أم الولد الحقيقية رفضت أن يقسم ابنها نصفين بين الأم التي تدعي أنه ابنها التي وافقت على قسمته مناصفة ولكن الأم الحقيقية رفضت هذا التقسيم لذلك نحن نقول مهما استمر سلب هذا الابن وهو قطاع غزة لا بد من استعادته كاملة كاملا إلى حضن الوطن طيب أخي ابن داء سؤالي الأخير حول يعني الضامن لتنفيذ اتفاق المصلحة سألتك في حلقة سابقة وقلت بأنها مصر عندما تم توقيع الاتفاق في القاهرة أنت كنت الموقع عن حركة فتح والعروري كان الموقع عن حركة حماس قلت بأن مصر هي الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق الضمان اليوم والموقف المصري من التأخير والتأجيل من جانب ومن جانب آخر علاقة يعني حركة حماس بترتيبات أخرى تجري للقضية الفلسطينية يعني أنا أسأل عندما يقول أسامة حمدان بأن القضية الثانية التي يتم التباحث فيها في مصر هي القضية تتعلق بالتسوية السياسية المعروفة باسم صفقة القرن بماذا سيتباحث حول هذه المسألة مثلا أو هل يكون لحركة حماس دور كما قلت وشبهت بأن في معرض ردك على ما صرح به أو هناك أيضا أطراف أخرى تحمل خصومة لحركة فتح تحاول استغلال أيضا المعاناة في قطاع غزة سواء من الذين فوصلوا من حركة فتح أو من دول يعني تتشدق بحماية الإنسانية ورفع الألم رغم معرفتنا بحقيقة الواقع في قطاع غزة إلا أن استخدامها أو استغلالها لواقع سياسي آخر يرفع علامات التساؤل يعني أولا مصر دولة عريقة أنا ناقشت مع الأخ رئيس جهاز المخابرات المصري وقيادة الجهاز هذه المسألة وكذلك مع معالي وزير الخارجية سامح شكري نعم وكان هناك بيان رسمي صحيح من عن اللقاء الذي جرى بيني وبينها وزير الخارجية شكري نعم من قبل الناطق باللسان الخارجية نعم الذي أكد على حل الدولتين نعم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة نعم والقدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وحماية الأنروا على أساس قرار مية واربعة وتسئين نعم وأنا أطمن الرئيس أبو مازن استبق كما وصف المحللون السياسيين خطابه في مجلس الأمن صفقة القرن وأطلق عليها صفقة القرن ولن يكون هناك صفقة قرن يتعامل معها الشعب الفلسطيني لأن ملامحها ظهرت من خلال التلاعب في قضية القدس والتلاعب في قضية اللاجئين ولا أعتقد أن الأخ أسامة حندان سيتنازل عن القدس وعن اللاجئين لذلك أشك أنه ينتظر صفقة القرن أشك يعني يعني أعرف جيدا الأخ أسامة حتى رمأنني يعني انتقدته على تصريحه ولكن لا أعتقد أنه سيكون مع ترامب لا أعتقد حتى لو كان هناك البعض من نحاول ولكن أيضا أقول أن قرار الأمة العربية الرسمية النظام العربي الرسمي سيكون هو مضمون الخطة التي طرحها الرئيس أبو مازن في مجلس الأمن في قمة الرياضي القادمة في عذر والدليل الترحيب الكبير الذي أعلنته الجامعة العربية وكل أشقاءنا العرب لخطاب الرئيس أبو مازن وأيضا تحذير الرئيس أبو مازن واضح كان عندما قال نرجوكم لا تجعلونا نقدم على خطوات و يعني أساليب لا نحبذوها وأنتم لا تحبذوها يعني نفس التحذير الذي أطلقه الرئيس عرفات في عام أربعة وسبعين عندما قال لا تسقطوا جئتكم أحمل غصن الزيتون بيد ولا تسقطوا غصن الزيتون بيد وباليد الأخرى البندقية بندقية الثائر لا تسقطوا غصن الزيتون نفس الشي نفس المعنى تحذير الرئيس أبو مازن وبالتالي صفقة القرن صفقة القرن آسف صفقة القرن أصبحت بالماضي فقط موجودة عن صغار العقول لن يكون لها مكان على طاولة المجتمع الدولي بالنسبة لضمان مصر سريعا لو سمحت أخب نداء ضمانة مصر لتنفيذ بنود الاتفاق نعم 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 أنا صريح نعم وقلت للأشقاء في مصر عليكم أن تكونوا ليس فقط وسطاء وإنما تكون حكام نعم حتى لو كانت نحن كفتح أخطاء نقول لنا علنا أخطأتم وإذا حماس أخطأت كل الحماس أخطأت كما قلتم ذلك علنا في عام في خمستاش أكتوبر عام 2009 عندما طلبتم من فتح وحماس أن يحضروا إلى القاهرة ويوقع ويوقع على اتفاق المصالحة نعم فتح حضرت ووقعت وحماس لم تفي بوعدها نعم لم تحضر ولم توقع وأصدرتم بيان قمتم بتحية فتح على موقفها ولمتم حماس على موقفها نقول الآن ونحن هذا طلبناه في اجتماعات نعم مع الأشقاء في مصر كونوا حكام وقولوا للمخطئ مخطئ بعينه وكونوا حكما عادي نعم وأعتقد مصر مؤهلي لأن تكون كذا أشكرك جزيلا شكر الأخ عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتحه ومفوض العلاقات الوطنية فيها شرفتني كنت معي من العاصمة الأردنية عمان عبر الأقمار الاصطناعية شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة حتى نلقاكم يوم الأحد هذه تحية في أميرة حنانية ومنطاقم البرنامج دائما ألف تحية دم دم بخير وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك